عجيب أيضا أنه كتب كتاب في إطار التعبئة العسكرية اسمه الطريق إلى الثأر وهو يشبه كثيرا كتاب الشيخ يوسف القرضاوي لماذا نهزمنا وكيف ننتصر مع الفارق أن زاوية المعالجة بين الفقيه والعسكري مختلفة تماما وإن كانت الروح واحدة والهدف واحد والأفق واحد واستشعار خطر العدو واحد والمنطلق العقد واحد وفي هذا الكتاب أشار إلى كتاب سابق له ظهر سنة خمس وستة وبين فيه أن إسرائيل سوف تهجم على الدول العربية وتستكمل احتلال ما تبقى من فلسطين وتأخذ من أراضي مصر والأردن وسوريا وربما أراضي دول أخرى بعد ذلك بسنتين ولم يذكر فقط السنة التي ستأتي بعد سنتين لسنة سبعة وستين وإنما ذكر اليوم الذي هو خمسة يونيو ولما أشعر إلى هذا قال لم أكن أنا عرافا ولا قارئ فنجان ولا قارئ كف ولست نبيا من الأنبياء ولكنني استطعت أن أتنبأ باليوم بالدقيقة لأنني أقرأ العقل الإسرائيلي وأقرأ الخطط الاستراتيجية الإسرائيلية وأحسب كيف تعد إسرائيل كوادرها العسكرية وفنيها وضباطها وأنها إذا أكملت تخريج ما تحتاج إليه من الكوادر الفنية والأطر العسكرية وقدرت أن ذلك سيتم يوم أربعة يونيو فإنها لن تتأخر يوم واحد وسيكون الهجوم يوم خمسة يونيو ولكن أمتنا لا تستفيد من عظمائها ولا تقرأ لعلمائها ولا تتطور مثل الأمة التي تنافسها الآن وتذلها من خلال تاريخ كتاباتها في الفكر الغربي نجد أن الغرب تقدم بكتب بعينها كل كتاب مثل نقلة في تاريخ الوعي في تاريخ الممارسة في تاريخ التطور لكن نحن لا نؤلف وإذا ألفناها لا يقرأ أبناؤنا ما ألف وإذا ألف وكان له قيمة فإنه لا يلتفت إليه وقد يحارب صاحبه حربا دروسا كما حصل للواء ركشي تخطاب الذي يحارب معنويا في القاهرة وحارب مديا في بغداد للأسف الشديد